موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تنصر 24 والتي يبدأها بالعناوين رئيس مجلس الوزراء الانتقالي يستقبل نظيره الليبي الذي يزور البلاد رئيس مجلس السيرة الانتقالي السيداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن التقي وفد الإدارات الأهلية بشمال وغرب دارفور البيت الأبيض الأمريكي يعلن عن أول زعيم خليجي يستقبله جو بايدين كانت هذه العناوين وليكم التفاصيل مرحبا بكم أصدر رئيس المجلس العسكرية الانتقالي الفريق أول محمد إدريس سادي بيتنو أصدر مرسوما جمهوريا رئاسيا رقم 247 المادة الأولى تفتح الدورة العادية الأولى للمجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي والبيئي بتاريخ الخامس والعشرين من يناير الجاري المادة الثانية يسجل هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية نجمينا بتاريخ الخامس والعشرين من يناير عشرين واثنين وعشرين توقيع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد إدريس دي بيتنو استقبل رئيس مجلس الوزراء الانتقالي باهيمي بدكي ألبير وبحضور وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والشادينا في الخارج السفير شريف محمد زين استقبل نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة الذي وصل البلاد في زيارة عمل رسمية يرافقه كل من وزير الداخلية الليبي وعدد من أعضاء الحكومة حيث تناول لقاء عدد من القضايا الهامة التي تخص البلدين وسيلتقي خلال هذه الزيارة رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد رئيس دي بيتنو رئيس الجمهورية لبحث مختلف القضايا وعادة بناء جسور التعاون بين البلدين الشقيقين مثل وزير الدولة المكلف بالمصالحة الوطنية والحوار الشيخ ابن عمر مثل رئيس الجمهورية في افتتاح أعمال دورة 13 للجمعية العمومية لمجلس غربي ووسط إفريقيا للبحث الزراعية والتربوية والتي انطلقت بالعاصمة الجميلة تحت شعار وجود المجلس في وسط إفريقيا من أجل زيارة الاحتياجات في مجال البحث وتطوير الزراعة وخلال كلمتها رئيس المجلس أنجيلا مورينو شكرت الحكومة الشادية على جهودها في احتضان الدورة الثالثة عشر وطالبت المشاركين بالعمل الجاد لإنجاح الدورة أما ومثل الرئيس الجمهورية وزير الدولة المكلف بالحوار الوطني والمصالحة الشيخ ابن عمر أشار إلى النظر في سياسة الدول الأعضاح حول الزراعة ومواكبة التطور وقال إن البلاد لا تمتلك طاقات شبابية تحتاج إلى أسواق للعمل لذا يتحتم على الجمعية إيجاد فرص عمل لهذه الشريحة تحت رعاية سامية من رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق قول محمد دريس سادي بيتنو افتتح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الرحمن غلام الله أعمال اتحاد نخابات صحفي وسط أفريقيا الذي يضم على ذمين صحفي وسط أفريقيا لمناقشة الغضايا المتعلقة بالقطاع الإعلامي في المحيط الأقليمي لدول وسط أفريقيا وأكد رئيس الاتحاد الصحفيين التشاديين خلال كلمته على أهمية الصحافة في دول وسط أفريقيا أما رئيس الفدرالية الأفريقية للصحفيين الصادق الرزيقي أشاد بالدور المحوري الذي تلعبه تشاد في أفريقيا المركزية ومن جانبه ممثل رئيس الجمهورية وزير الإعلام ناطق الرسمي باسم الحكومة أكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بكل صحفيين فالعمل على تدليل العقبات أمام كافة شعوب المنطقة للمساهمة في بناء الأوطان والتعايش المشترك لضمان إعلام آمن وفعال يشير شعار هذا المؤتمر الإعلام والسلام والأمن في دول وسط أفريقيا فإن هذه المنطقة في سعي دائب من عجل السلام الشرط اللازم من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبنا ولذا أدعو الإعلاميين للعمل من أجل نشر السلام والعيش الواشترك والتعايش السلمي والعيام الاجتماعي لأن التشاد تمثل وسطية إفريقية تمثل منتقى الآمان والتطلعات والتاريخ والجغرافية في أفريقيا في الشأن السوداني أثنى رئيس مجلس السيارة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن أثنى بالدور الكبير الذي تطلع به الإدارات الأهلية لبسط الأمن والسلم المجتمعي ولفت خلال لقائه بمكتبه وفد الإدارات الأهلية لولاياتي شمال وغرب دارفور إلى ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية والعمل الجاد للوصول للرؤية الموحدة تضمن الأمن والاستقرار لمواظني دارفور مشيرا إلى ضرورة الإسراء في تنفيذ بند الترتبة الأمنية من جانبه أوضح السيد حماد عبد الله جبريل رئيس المكتب التنفيذي للإدارات الأهلية بغرب دارفور أن الوفدة أطلع السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي على أوضاع السياسية والأمنية بولايات عرب وشمال دارفور وحرص الإدارة الأهلية على معالجة كافة القضايا والتحديات المجتمعية بما يضمن سلامة وأمن المواطن والممتلكات العامة أشهد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بمواقف منظمة أجهزة الأمن والمخابرات الإفريقية السيسا الدائمة للسودان وحرصها على متابعة الأحداث والتطورات السياسية التي تشهدها البلاد وأمن خلال لقائه بمنتبه وفد منظمة السيسا على ضرورة إطلاع القادة الأفارقة على حقيقة الأوضاع بالسودان وجذور الأذمة الرهنة مرحبا بتضامن السيسا ووقفتها مع الشعب السوداني لتحقيق أماله وتطلعته من جانبها أوضحت سيدة زينب علي كوتو السكرتير التنفيذي للمنظمة أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي أطلع الوفد على مجمل الأوضاع بالسودان معربة عن أملها في الخروج الآمن والسريع من هذه الأزمة مشجدة على ضرورة تنوير القادة الأفارقة بحقيقة الوضع في السودان وأشعرت سيادتها إلى أن الوفد استمع لتقارير مفصلة من نائب رئيس المجلس السيادة الانتقالي ووازير الخارجية المكلف وخرج بتصور جيد عن حقيقة الأوضاع في السودان عالميا أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد في الحادي وثلاثين من يناير الجاري وأمير قطر هو أول زعيم الناخ خليجي سيستقبله بايدن في البيت الأبيض وكان الرئيس الأمريكي استقبل العام الماضي العاهل الأردني الملك عبد الله ثاني بن الحسين ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن لقاء بايدن بأمير قطر يوفر فرصة لتشاور بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية لتلاهتمام المشارك بما في ذلك تعزيز الأمن والازدهار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية لكل العالم ودعم شعب أغانستان وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وضفت ساكي في بيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيشكر أمير قطر على جهود بلاده غير العادية والمستمرة لضمان العبور الآمن من أغانستان للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الشرعيين والشركاء الأفغان وأكدت أن بايدن يتطلع إلى هذه الزيارة المهمة ويؤكد على شركة القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر أعلن متمرد إقليمي تيجري الأثيوبي أنهم تعرضوا إلى استفزاز دفعهم لإطلاق عمليات عسكرية رادعة في منطقة عفر المجاورة ووجدت العمليات العسكرية هذه الأمال حيال إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق نار شامل في الحرب المستمرة منذ 14 شهر وأفادت جبهة تحرير شعبي تيجري في بيان أجبرنا على القيام بخطوات رادعة لتحييد تهديد من قوات الموالية للحكومة في عفر وتقول الأمم المتحدة أن الحكومة تمنع وصول المساعدات الإنسانية لإقليم تيجري الذي لم تدخل إليه أي شاحنات منذ 15 ديسمبر الماضي وتنفي الحكومة سد الطريق أمام المساعدات وتتهم الجبهة الشعبية للتحرير تيجري بمصادرة شحنات أرسلت في وقت سابق إلى هنا تكاملت هذه النصرة من قناة نصر 24 والتي يعد وذكروا بعناوينها رئيس مجلس الوزراء الانتقالي يستقبل نظيره الليبي الذي يزور البلاد رئيس مجلس السيارة الانتقالي السيداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن يلتقي وفد الإدارات الأهلية بشمال وغرب دارفور البيت الأبيض الأمريكي يعلن عن أول زعيم خليجي يستقبله جو بايدن شكرا على حسن المتابعة تقبل تحيات فريق العمل بقناة نصر 24 ترجمة نانسي قنقر